السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرافاندر من قناة ايهاب تيفي في هنا تنويه مهم جدا جدا في هذا الفيديو التنويه هذا يعني مش عالفش دحكي الفيديو اللي قبل هذا اللي عملتلكو اياه وقلتلكو عشان تحصل على التحديث ويصلك التحديث طبعا الطريقة هادي طريقة مجربة وإلى فترة بجربها وتأكد منه وعملت فيديو انه تحول الدولة لأسبانيا تحول الدولة او المنطقة الاسبانية في هواتف شاومي حتى انك تحصل على التحديث بسرعة ويصلك بسرعة سواء يده او تلقائي في خلال الفيديو شرحت بعدين بعد ما شرحت جيب الجهاز تاني وقلتلك انه هيك التحديث وورجيتك طريقة التحديث وفي الاخر ايه جيب الجهاز تاني ففي ناس بكتبين انه انت غيرت الجوال عشان تبين التحديث لا ياعم انا ما غيرت الجوال عشان هو التحديث انه تعمل الطريقة لكن انا وورجيتك بس هيك يعني توضيح يعني ففقط لغير ففي ناس بهميني شي تاني قسما بالذي رفع السماء بلاعمت لو بدي يوم اللي ايام اعمل فيديو يعني صور ان اعمل فيديو والفيديو اللي انا اعمله فيك يعني فيش منه كذب يعني مستحيل ان نعمله مستحيل ان نعمله ليش مش عشانك انت عشان امام الله بكرة يقول لي انت عملت الفيديو هذا وكان فيش فيه كذا لا لا انا بعمل الفيديو عندي بجربه مرة ومرتين وثلاثة واربعة وعشرة اكد منه طب انت هل تعلم انه انتو طلبين مني الفيديو مية وعشين فريم على التحديث الجديد وما عملتش غير التسعين صح قادر اعمل المية وعشين وقللك هاي جهاز واجيب جهاز وغير بس لكن في مسئولي قدامي امام الله الواحد لازم يبني لامامه مش عشانك انت لا لا مش عشانك بس عشان المسائلة امام رب العالمين فقط لا غير بديش تطول في هذا الموضوع لانه اصلا يعني انا بدي احكي بديش احكي قلت لا لازم احكي عشان فيه ناس يمكن يقولك هي مش فهمين لا هو بس توضيحيا ولكن جرب انه انت لما تيجي اتحول الدولة طبعا لازم يكون عندك تحديث فيه مش بدي جيك تحديث فيه مش بدي جيك تحديث فيه يعازك يكون فيه له تحديث هي صلك ده غريب اول واحد يصلك وجرب وناس جربوا ومش الناس جربان اللي جربت اصلا وناس قالوا لي في التعليقات الحمد لله امور لوزو لوز يا معلم وخلينا الان نروح للفيديو ورجعنا لكم الجديد صلوا على سيدنا محمد الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم شاومي بدها تطلق الهايبر اس 2 وبدها تطلق سلسلة الفلاك شب تبعتها اللي هي السلسلة شاومي 15 وشاومي 15 برو وبعدين في شهر واحد في السنة الجاية 2025 بيطلقوا الالترا في هنا خبرية حلوة 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 كتير كتير خلينا نجي نشوف اول بوست او اول صفحة قدامك طلع معي هانا بيقول لك انه شاومي هايبرو اس 2 وشاومي 15 السلسلة طبعا سيتم اطلاقها هذا الشهر معا في الصين والعالم الله اكبر اول مرة شاومي تعلن هذا الكلام تقول لك انه بدنا نطلق شاومي 15 والبرو ونطلق معهم الهايبرو اس 2 في الصين والعالم حط لي 3 اربع خطوط حمر تحت الصين والعالم احنا بنعرف انه شاومي بتطلق لولادها كنا نقول بتجيب اول اشي لسلا رد من اربعتاش والسلسلة كلها الاربعتاش برو والاربعتاش برو بلاس اطلقوه لمين اطلقوه للصين بعدين اللي تسلي العالم موصلش لا اليوم الامور اطورت عن شاومي احنا بنطلق شاومي 15 والخمستاش برو السلسلة الجديدة للصين والعالم والهايبرو اس 2 للصين والعالم وهذه خبرية ممتازة اول مرة تصير في تاريخ شاومي اول مرة تصير في تاريخ شاومي يطلقوه الهايبرو للصين والعالم وهذه الاجهزة اللي انا بقول لك ايها مثلا الشاومي 14 قبل هيك الصين بعدين العالمي وهكذا دايما هيك دايما والتحديثات نفس الشي فاليوم في عندنا خبرية جديدة انه الصين والعالم مع بعض في التحديثات وفي السلسلة الجديدة اخبار مفيدة جدا لشركة شاومي سيتم الاعلان رسميا عن سلسلة شاومي 15 التي طال انتظارها الى جانب هايبر اس 2 قبل نهاية هذا الشهر لاول مرة في تاريخ شاومي سيتم اطلاق الاصدار العالمي والصيني من شاومي 15 والهايبر اس 2 في وقت واحد زي ما حكيت لك كله في وقت واحد هاي بقول لك هنا تاريخ شركة شاومي ان كانت تطلق في الاراضي المحلية اللي هي الاراضي الصينية وبعدين بتتم اطلاقها للعالمي الاصدار العالمي هذا الحال اللي احنا منعرفه دائما بقول لك هنا شاومي تتطلع الى مقاومة هذا الاتجاه من خلال اصدار متزامن عالمه وصيني وهذا يؤكد على طموح شركة شاومي المتزايد الذي يرغب في المنافسة على قمة عالم الهواتف الدكية اي نعم شاومي بتعمل هيك مش لله بده تنافس لانه سوق العالمي مش بسيط مش السوق الصيني السوق الصيني ماشي فيه منافسة لكن العالمي هو بالنسبة لها برضو الاولوية او من ضمن الاولويات تبعتها زي الموجودة الاولويات كمان في الصين فلذلك بدأت تنافس على الاجهز لانه الشركات كترت والتنافس صار قوي جدا اليوم اليوم منافسة قوية زمان كانت شاومي تنافس بقوة اليوم شاومي بتنافس القوة اقل لانه فيه تنافس اكتر من الشركات الاخرى شوف معيهان وبعد الشائعات اسمع معيهان وقتاش الاصدار بدي يصير وبعد الشائعات قد يكون الموعد الرسمي هو 29 اكتوبر وهو ما يتوافق مع التكاهنات التي قدمها عدد قليل من المطلعين على الصناعة هذا الجهاز او هده السلسلة مزودة بسناب دراجون 8 احنا منعرف اخر اشي 8 جن 3 اخر اشي لكن اليوم هينزل اصدار جديد اسمه سناب دراجون 8 elite edition بس هم بدي يسموه elite edition 8 elite edition هيك المعالج الجديد من كوالكم الشركة الامريكية لاحظ؟ صينو امريكان سيتمتع كل من الاصدارين شاومي 15 لجلوبال والعالمي بأداء ثوري وكفاءة لجدب المستخدمين في جميع انحاء العالم ولكن ليس هناك كل شيء حيث ان هذا الحدث الى جانب الاجهزة سيعني ايضا العرض العالمي الاول لمثل هذه البرامج الثابتة التي طال انتظارها مثل هايبر اس 2 وتعد شرائح العرض التقديمي بان جيل التاني من نظام التشغيل الهايبر اس سيحظى بتحسينات كبيرة في المهام المتعددة وفي هذه الطريقة سيظهر هايبر اس 2 رسميا في سلسلة شاومي 15 مما يوفر تجربة مستخدم سلسة داخل الصين وخارجها يعني بيقول لك انه هايبر اس 2 هيظهر اول مرة هيظهر على الشاومي 15 والشاومي 15 برو طبعا هذا هايبر اس 2 هيكون مبني على الاندرويد 15 بالشريحة الجديدة من اكوالكم خلال الاعلان سيتم التركيز على تحسين هايبر اس 2 للعمل مع سناب دراجون 8 إليت بفاطل هذا التعاون الى جانب شاومي مع كوالكم ستوفر الان اداء افضل بنسبة انخفاض للطاقة 29.7% وانخفاض درجات الحرار بمقدار 3 درجات مئوية اثناء الالعاب الصعبة وهو خبر مرحب به بشدة بين المستخدمين الذين يرغبون في دفع اجهزتهم الى الامام فانا بقول لك انه المعالج هذا يكون اقل بتلات درجات بالنسبة للمهام الصعبة لما تيجي تضغط المعالج يعني الحرارة تبعا تكون اقل بتلات درجات وبالنسبة لانخفاض الطاقة هيكون 29.7% بالنسبة لتوفير الطاقة وهذا ممتاز جدا بالنسبة لهذا المعالج اذا كان هذا الكلام صح ودائما انت بتلاحظ لما تكوالكم بتطلق معالج جديد مباشرة بيتم استخدامه من قبل شاومي بعدين الشركات الاخرى على ما اعتقد انه يكون هادي معاهدة بينهم وبين بعض او يعني شغلة في اتفاق بينهم وبين بعض بخصوص هذا الكلام او ممكن يكون شاومي مشاركة معهم في الشركة تبعتهم وانا بقول لك انه الاطلاق العالم والصيني المتزامن مع بعض يمثل منطقة جديدة سيطرت عليها الشاومي يعني هذا اشي ممتاز جدا الصحيح وانا مبسوط بخصوص هذا الموضوع لانه الصحيح ازهقنا من قصة الصين والعالمي اول شي الصين بعدين العالمي فالصحيح قصة الاعلام هذه كانت مفاجأة للجميع بقول لك انا اخر شيء يعني قد بدأ العد التنازلي الصحيح لاطلاق شاومي ويزداد الحماس بين الجمهور المتمرس في مجال التكنولوجيا عبر جميع المنصات ان شاء الله بيكون هذا الاطلاق قريبا يعني هم قالوا في خلال تسعة وعشرين ممكن يكون قبل دربالكم المهم بخلال الشهر عشر اللي احنا فيه ممكن يكون اليوم يعني عادي يكون الاطلاق بكرة وهكذا الصحيح ان شاء الله ننتظر هذا الاعلان ونجيب الجهاز او نجيب الاجهزة ونجربها بإذن الله تعالى ونعملكوا عليها فيديوهات وهذا ما كان لدينا في خلال الفيديو نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسى تدعمنا بالاعجاب ودعوه حلو منا كيك من القلب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام